السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل الخير أعزائي ومحبي ومتابعي قناة الصحة والجمال وبرنامتكم حكاوي ولاد البلد حكاوي ولاد البلد أول حاجة بتقول مصر كل سنة وانت طيبة كل سنة وجيشنا وشرطتنا ورئيسنا ودولتنا وشعبنا بكل خير كل سنة وإحنا إيد واحدة كل سنة وإحنا صف واحد كل سنة وإحنا كل أسرة وكل بيت وكل طفل وكل راجل وكل إمرأة بتحبك يا مصر وبتعشق ترابك حكاوي ولاد البلد بتهني الإعلامية الجميلة صديقتي الإعلامية صحر عبدالعاطي لنجاح نجنها بلال فتحالة الخلفاوي بكريوس هندسة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا جسد ميكانيكا باور مع تمنياتنا له بالنجاح والتوفيق دائما وأبدا ولكل أولادنا التهنئة التانية من حكاية أولاد البلد قبل ما نبدأ برنامجنا أو الفقرة الأولى تهنئة خاصة جدا بكل الحب والتقدير للأستاذة عنايات السنان رئيسة كتلة اقتلاف القاهرة لعلاج الإدمان بالمجان لتنصبها سفيرة الخير لمجهودتها تجاه العمل الوطني والخدمي في ملف الإدمان عايز أقول لكم أن كيان واحد نجح من خلال سنة ونص بأعضاءه من النحلة النحلة شعرنا والكيان ده هيطلع منه 15 كيان 15 كيان هيمثلوا كيان واحد هيساعدوا بعض في انتشار أكتر في نجاح أكتر في علاج إدمان أكتر ترقبوا مفاجآت عديدة جدا إن شاء الله مع تباعا في الأيام القادمة نهاردة برنامجنا الفقرة الأولى طبعا الفقرة التانية عروفة كابتن طاري في انتظاره كلكم إن شاء الله وتقديمه الفقرة الرياضية الفقرة الأولى معانا ديوفنا النهاردة هنتكلم عن قانون الرؤية القانونية لرؤية الأب لأطفاله أو الحضانة في الأول عايزين طبعا نرحب بديوفي الكرام اللي مشرفيني النهاردة الشيخ سامح محرز أهلا بك فندم أهلا وسهلا ومرحبا إمام وخطيب مسجد بالأوقاف نعم فتاح العليم أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحب بزمنا وأخونا ربنا يخليك الأستاذ مين؟ محمد سعيد أستاذ محمد سعيد منين حضرتك؟ من عين شمس من عين شمس أهلا بك أهلا في الجفر حضرتك كاجر أه صاحب شركة مقاودات وتشتبط معمرية ومعنا الأستاذة داليا جاية تعبر عن بناتنا وبتقول لهم فوقه أنا جاية أشارك في البرنامج علشان أساعد كل ست ترجع بيتها ترجع حضن جزها ترجع ما تعملش مشاكل فهي حابة تشارك معي النهاردة في البرنامج برحب بيك يا داليا أهلا وسلم بحضرتك أهلا بيك في البداية طبعا هنقول رأي الدين في الحياة الزوجية عموما قبل ما ندخل ونخود في معارك ومشاكل بتحصل ملهاش لازم نعم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا في البداية بهن شعب مصر جميعا قيادة وشعبا بانتصارات أكتوبر المجيدة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا العز والنصر والبركة والخير وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ثانيا أقدم الشكر والتقدير لحضرتك بصفة شخصية وللقائمين على هذا البرنامج العظيم ولهذه القناة الطيبة التي تؤتي ثمارها كل حين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعل ما نقوله إن شاء الله تعالى إسهاما في فعل الخير اهتم الإسلام اهتماما كبيرا وعظيما بالأسرة الإسلامية وبالأسرة في حال تكوينها فقال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وهذا التعبير القرآني الجميل السكن فالمرأة سكن للزوج والزوج سكن ويحتوي هذه المرأة بهدوء وطمأنينة حتى إحنا لما بنبني بيت بنسميه سكن سكن آه وبنفرشه وبنراه ويبقى جميل عشان أقدر أسكن فيه طبعا القرآن يجي تكلم عن هذا السكن فيجي حتى في قضية السكن ويقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني من عرقكم ومن مجهوداتكم سبحان الله بقدر الإمكان وثم قال لينفق ذو ساعة من ساعة ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سبحان الملك حينما تنظرين إلى هذه الآية الكريمة أستاذ أسماء تجد أن الله سبحانه وتعالى أتى بصفة الرحمة بعد المودة لماذا؟ لأنه بطبيعة الحال من يأخذ زوجته لأمر عرضي لجمالها فترة وسيزول فالجمال ذائل ولمالها سيزول ولكذا سيزول ولكن أراد الله جل وعلا أن يجعل بين المرأة والرجل أو بين الزوج وزوجة الرحمة التي لا تنقطع لأنها من الرحمة الرحيم فقال وجعل بينكم مودة ورحمة وانظر إلى تعبير هذه المرأة العظيمة الجميلة التي انقطعت بها الطرق إنني أريد أن أهمس في أذن كل الأزواج وأذن كل الرجال في كل مكان انظر إلى هذا التعبير العظيم البالغ لهذه المرأة التي طلقها زوجها وأراد أن يأخذ منها ابنها يعني انظر فقالت وهي تنظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول إن ابني هذا كان كانت بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه هذا طلقني وأراد أن يأخذه مني تمام هكذا نعم طب إحنا هنستمع لرسالة داليا علشان هيكون معنا فوصل عشان لازم يكون معنا رأي القانون في الموضوع الحيوي اللي إحنا هنتراحه النهاردة رسالة داليا عايزة تقولي إيه داليا طبعا في البداية أنا بشكر حضرتك طبعا أنا بشكر فالت الشيخ لأنه عبرنا عن الحياة الزوجية بكلمات بسيطة وجميلة جدا منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام أحب بس أقول لكل بنت أو شاب بيفكر في موضوع الانفصال بلاش بيبقى صعب جدا ولو إحنا وصلنا للمرحلة دي لازم يبقى فيه بنا فعلا مواد ورحمة لازم لأن إحنا يبقى بنا أطفال بلاش نحاسبهم عن اللي بنا إحنا يكونوا ببعيد كل البعد عن اللي إحنا فيه يعني خلص إحنا نفصلنا إنت ربنا يسلح لك الحال وهي ربنا يسلح لها الحال بس بنا أولاد نسعى إحنا اللي اتنين دايما إن إحنا نطلع الأولاد دول أفضل في المجتمع لإني إنت خدت بنت أمانة من أهلها وهي خديدك أمانة من أهلك بنت ثابت كل دنيتها وإنت اللي تتبع معاك أمانة اللي هي الأطفال طبعا فيعني بسراحة أطلب من كل أب وكل أم إن هم يراهوا ربنا في اللي بينهم إن شاء الله شكرا إيدالله هنخرج فاصل هنرجع عشان هيكون معانا رأي القانون ورأي الدين طبع رأي الدين أولا ثم رأي القانون ومشكلة اللي هتكون معانا بإذن الله اللي هنترح انتظرون شكرا